موسيقى أهلا بكم المشكلة إنتاج الحبوب الاستراتيجية وعلى رأسها القمح لها أهمية بالغة في تحقيق الأمن الغذائي لذا أطحى من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الجزائري خصوصا مع ترجو أسعار النفط رغم تعاقب الحكومات منذ عام 2000 لا زال مشكلة الاكتفاء الذاتي يطرح بحدة رغم أن قيمة الإنتاج الفلاحي في البلاد ارتفعت من 350 مليون دينار إلى 3000 مليار دينار لماذا لم تتمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحبوب؟ ما هي الأليات التي تراهن عليها الحكومة الجزائرية لتطوير شعبات الحبوب لتنويع مصادر الدخل؟ يساعدني عن الصديفة اليوم في حلقتي البرنامج الأستاذ النوردين عمراني ممثل عن الديوان الجزائري المهني للحبوب شكرا والخبير الاقتصادية الأستاذ حميد علواني أهلا بك أهلا وسهلا وتحييت سلام وشاهد الكريم قبل البداية في النقاش تقرير لزميلة نجيا بدري أزيد من 7 مليار دولار قيمة واردات الجزائر من المواد الغذائية خلال سنة 2017 أكثر من 2 مليار دولار منها للسراد حوالي 8 مليون طن حبوب في بلد يملك 8.5 مليون هكتار أراضي صالحة للزراعة والمفارقة أن الجزائر لا تزال في صدارة الدول المستوردة للحبوب هي خامس دولة في العالم وثانية إفريقيا وعربيا معطيات تدفع الحكومة إحياء رهان قديم جديد لتطوير القطاع الفلاحي للخروج من التبعية للمحروقات بما يضمن تدريجيا تحقيق الاكتفاء في هذا المورد الاستراتيجي الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 أراهنت على إصلاحات جاء بها برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرامج نمو سمحت بذخ ما يقارب 3000 مليار دينار جزائري إضافة إلى تحفيزات مست مسح حوالي 22 مليار دينار من ديون الفلاحين عام 2001 و2009 رغم ذلك لم يتمكن القطاع لحد الآن من النهوض وإن شخص رئيس الجمهورية خلال الجلسات الوطنية الفلاحية أسباب تأخر القطاع في تبعية مفرطة للأمطار ضعف الهيكلة ونقص اليد العاملة الشابة وما بعد الجلسات تبرز تحديات أمام الحكومة بعصرانة القطاع الفلاحي وتغطية احتياجات السوق الوطنية من الحبوب فهل ستتمكن الحكومة والفاعلين في القطاع من تجسيد هذه الحلول على أرض الواقع وتوفير الاكتفاء الغذائي في مادة الحبوب؟ سيد عمراني أبدأ من حين انتهت زميلة نجية بدري حسب آخر الإحصاءات الجمارك وسجلنا ارتفاع الوالدات في المؤسلات الأول من سنة 2018 لم نحقق بعض الاكتفاء الذاتي منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا ما سبب هذا التأخر؟ سبب التأخر يرجع أن الفلاحة التزائرية هي فلاحة تعتمد على الأمطار والمساحة تعتمد على تزائر شاسعة هذه من جهة وثانيا كما ذكر في الجينيليك أن المساحة مقدرة الفلاحية هي 8 ملايين اكتار ما يستغل من الحبوب القمح والشاعير هو 3.5 مليون سنويا هذا يجعل أزيد من ما يقارب أزيد من 3 ملايين وحدة أخرى هي أراضي بور وإحنا لحاجة لكمية أكثر لهذا نحن على المستوى الدوان الجزائر المهني للحبوب التي توفر على 42 تعاوني على المستوى الوطني نحن نتبع الفلاح من بداية حتى النهاية نفرر الأسمدة ونفرر الزريعة لكي يستعمل أكثر أكثر البودر المعالجة لتكثير وتكفيد رفع الإنتاج أستاذ علوان ما هي النقاط الأخرى التي سببت هذا التأخر أولا يجب تشخيص الوضعية في القطاع الفلاحي في الجزائر لما نتكلم عن القطاع الفلاحي ربما الأرقام مخيفة جدا 42 مليون هكتار قابلة للزراعة ما مستغل منها إلا 8 مليون هكتار وحتى في 8 مليون هكتار غير مستغلة تماما الاعتماد على الطرق الكلاسيكية بما فيها السقب بما فيها الآليات والأدوات المستعملة الآن في الدول الحديثة في القطاع الزراعي الجزائر تخلفت كثيرا خاصة لما انتهجنا السياسة العامة للدولة الزائرية أن نتوجه إلى الاستراد ونقل ما يتغدى الجزائري وانت في الفيتيار تكلمت على 7 مليار دولار نعلم المشاهد الكريم أن حوالي 3.5 إلى غاية 4 مليار دولار هي بين القمح والدراء والحليب هذا رقم مخيف جدا للجزائريين لأن لا خير في أمة لا تأكل مما لا تنتج ولا تلبس مما لا تخيط هذا مشكل مطروح الآن السياسات المتداولة بالنسبة للحكومة الجزائرية يجب الاعتماد على هذا القطاع الذي هو المحرك في الاقتصاد الجزائري لأن تاريخ الجزائري يثبت أن القطاع الفلاحي كان ربما يغضي الدول الأوروبية كانت الدين التلميذية فقط تسمى مطمورة أوروبا لهذا قطاعنا ربما هناك بعض الإشكالات الموجودة لما نقرأ بعض الأرقام لدعم هذا القطاع بـ 30 مليار دولار هذا يصبح إشكال كبير ومطروح لأن السياسات ربما لم تكن صحيحة مئة بالمئة في دعم هذا القطاع والنتائج الآن أمامنا وهي مطروحة لهذا ما ما يخفاش علينا أن الآن الحكومة الجزائرية توجهت إلى هذا القطاع وضع إسراتيجية هذه الإسراتيجية تؤدي بحتمية أن تخفيض ميزان أو فاتور التصادرات من المواد الغذائية والجزائر لديها الإمكانات اللازمة خاصة في المناطق التي في القمح الصلب وكذا نحن عندنا مدينة جهة أسطيف فقط يعني هي منطقة معروفة بأنها حتى يقال بأنها تقدر تزرع فيها مرتين في السنة وعلى هذا الجزائر لديها إمكانيات الآن كيف توظيف هذه الإمكانيات سيد علوان كيف نستغل هذه الأراضي الغير مستغلة ما هي الميكانيزمات أولا يجب الاعتماد على الزراعات المكتفة والوسائل الحديثة الآن ربما هناك مشكل مطروح وهذا جاء في التوصيات أن هناك شيخوخ ما أنت مكنش ليد الشابة للتوجه إلى هذا القطاع لأن القطاع لما قلت لك توجهنا إلى الاستراد حتى المنتجين الجزائريين المحليين يعني ما قدرواش يقاوموا هذه الأسعار اللي كانت أنت تنتج الثوم والناس تجيب لك في الثوم ما أنت ما تقدرش وليت الميلة فقط يعني الدراسات تقول بأن من إنتاج الثوم يعني قادرين نغطيه والسوق المحلي وربما نتوجه وليت الميلة فقط وهي معروفة في هذا الإنتاج الآن الحلول هو الأليات والأدوات موجودة الميكانيزمات موجودة حتى تحديث الزراعة في الدول إحنا ما علينا إلا نشوفه الدول الأخرى كيف عملت لمن تكلموا على يد الكفاء يا سيدي الفاضل الهولوندي ينوض التراكسور بتاعه بالتلي كوموندي يحرط له بجي بياس كده إحنا مزل نتكلمه على نعتمده على الأمطار وهذا إشكال كبير جدا سنعود لهذا النقاط أستاذ علوان سيد عمراني رجوع إلى استجسيد سياسة الأرض لمن يخدمها هل هو أحد الحلول على حد قولي للوزير الأول هي حل من الحلول هي حل من الحلول لأن الأغلبية الفلاحين اللي عملوا في الفلاحة هم يكريوا الأرض ما الناس ما لها ليخدموها وهذا ما في بعض الأحيان ما عندوش العقار سيدين ما عندوش العقار ما عندوش الوسائل باش يدير الانفاستيسما باش يطور باش يدير المكنانة هادو هما اللي يخلوا هاد الفلاحين مخصوصين من جهة ماديين باش يدير من الدعم يدير الدولة باش يدير الفلاحة كما ينزم لحال باش يدير المستوى على المستوى الوطني فيما يخص القمح الصلب وهناك تعليمات مدينا ومحنا على المستوى الوطني بتعاونية تعنا باش نعاونوا الفلاحين نعاونوا في الزريعة في الزريعة كما نقولو وفي الاسميدة في كل شي باش منا على مدى 2020 إن شاء الله كان كمية ناقصة دو قدرب 14-15 مليون قمتار هاديك 14-15 مليون قمتار بالتقنيات الجديدة بالمكننا بأصناف المتوفرة اللي يتمد مردود عالي هذا راح يخلي باش الفلاح باش يجيب كمية كثيرة وخاصة سيد عمنا هاد البودور هالديوان هو اللي يجيبها ولا يستوردها لا لا فيما يخص لالسومانس لعذا الديوان الوطني هي المنتوج وطني مية بالمية لمنستريد حبة قمح اللي نزرعوها في البلادنا موذو 1994 من 1992 شكلت فيها الأخو اسمو تزرعوها في المستوى الوطني من 1994 ما زدنا جبنا حبة كل ما يزرع في المستوى الجزائري هو إنتاج وطني لكن أستاذ المشكلة ليس في الإنتاج هناك من المسهلكين من يشتكون من النوعية يقول أن نوعية البودور المستوردة أحسن من البودور المنتجة في الجزائري هو العكس بأن البودور تخطش عندنا مهد لتجيسي هو اللي بطنتر هو اللي واسي كنت تجيب زريعة وتربيها في بلادك تنميها في بلادك مع العوامل المناخية والبيدوكليماتيك تولي في الأرضية لا تقدرش نجيب صنف وحدة أخر من برا يقاومها أكثر ولا يجيب منها أكثر هناك بعض الأصناف كنجيبوهم من البلدان للميديتراني كما الإيطاليا كما إسبانيا وإن هادوك الأصناف يتشابه هادوك من دوق مردود أكثر من مردود أكثر سيد علوان تحدثنا عن المكننة أستاذ عمراني ذكر المكننة مع وجود مع صانع تجهزات فلاحية لكن ما زالت المكننة في الجزائر في بداياتها ما ورائكم في هذا؟ هذا الدليل اللي ما زالت في بداياتها وأننا ممشيناش مع فنصيناش برابورت دول أخرى إذا أخذنا الدول للجوار مثلا المغرب بجوارنا نأخذ مثلا دولة السودان كذا يعني تحركوا في هذا المجل لأن القطاع الصناعي يتماشى والقطاع الفلاحي الآن يد الآملاء الغير مؤهلة الآلة أصبحت هي نفسها مؤهلة ومن ثم يتكلموا عن الزراعات المكثفة شوف كاليفورنيا مثلا لسحراء في نهاية المطاف لكن مداخلها من الحبوب ومن الزراعة تفوق للألف مليار دولار سنويا إذا الجزائر يجب أنها تتوجه ونحن كنت عدنا في واحدة المرحلة استراتيجية أن نبني بعض الأشياء يعني في الأدوات التي تكون في الزراعة وتحديثها لكن توقفنا قتلك لما توجهنا إلى الاستيراد ولما تخلينا على الإنتاج المحلي لأن ثالث دولة للأخ الكريم يتكلموا مشكور ربما عنده أرقام أكثر مني في الحبوب لما يقول الجزائر قادرة أنها تنتج وفعلا البذور جزائرية مئة بالمئة لكن إلى غاية اليوم بقينا ثالث دولة لاستيراد خاصة القمح وانت تعرف بأن هذه المادة قادرة تنقصنا يعني تكاليف كبيرة لأنها منها تجي العجائن الأخرى والمجتمع العربي بصفة عامة هو يعتمد على العجائن إذا قصت لك ما قلت لك مثال فقط يعني كل جزائرية كل خبزة في النهار عندنا 40 مليون خبزة في اليوم أضربها في 360 يوم مش حال راح زيد إضافة إلى هذا لازم نبحث على بعض الأرقام والمؤشرات التي تحفز إلى الذهاب إلى الزراعات المكتفة وإلى استغلال مناطق الصحراوية الآن لما تكلموا على وادسوف روح موديل بالنسبة لنا فقط أن الدولة الجزائرية لازم ترافق هذا الفلاح كما كان يتكلم عليه الفلاح لنعطيه له قطعة أرض وما نعطيه له الأدوات والآليات وما عنده إمكانات مادية وش تفاقده الشيء لا يعطيه ما يقدرش يعطيك حاجة زيدة حتى نتحدث عن بعض الخواص إيجابيا حتى عن بعض الخواص قد قادوا تجارب فلاحية على غرار مدينتي الودو أضرار في البطاطا وفي الطماطم يعني كان اكتف أداتي في الخضر أنه يمكن تعميم هذه التجارب على الولايات الأخرى في الوطن شوف شوف في الجزائر الآن كل ولاية عندها خصوصية حقق لك ولاية ميلاد تنتجتهم لماذا ما نروحش ونستثمر يعني نكون الفلاح ندعمه ماديا معنويا ماليا ونراقبه كذلك لأن المال السايب يعلم السرقة يا سيدي الفاضل لما تتصبح بعض الاختلالات هذه الاختلالات هي التي أدت إلى الآن ربما الجزائر كانت مؤهلة أن يكون عدد سكانها ليسترزقوا من القطاع الفلاحي أكثر من 30% من السكان الآن تكلموا على أقل من 18% من السكان الذين يعتمدون على القطاع الفلاحي يساهم القطاع الفلاحي عن طريق ربما بعض الإشكالات حوالي 8% إلى غاية 10% في الوبي بي وهذا غير مقبول تماما لأن في أقل الدول اللي ما عنداج الإمكانات اللي عندها الجزائر تساهم حتى 40% عدد سكان في بعض الدول يوصل إلى 60% في المساهمة ضيف إلى هذا ربما ربما الشي اللي هو غير مستغلينه كثير وربما نغفله عليه الجانب الطاقوي صونة تراك وما أدرك ما صونة تراك اللي تغضي الجزائر كلها بخزينتها هذا الميدان هذا وين البترو كيميويات لزونغري كذا تكلم على الفلاحي يقول لك عندي مشكلة في الزونغري غاليين كذا مستوردين هذا الجانب هذا لازم نوضفه في القطاع الفلاحي ويصبح تنويع القطاع الطاقوي بالتوجه نحو القطاع الفلاحي ناخده كموديل جميل جدا لما ناخده مدينة من مدن السطيف وهذا هذا تاريخنا يثبت هذا لما ناخده الموديل ويصبح نموديل يقتديو به لهذا تصبح مكاش لا نارشي شوف مثلا في كل مرة مرة نغرسه كامل البصل حتى البصل هذا يطيح سبت ويصبح الفلاحي مرة نغرسه كامل الطماطم بعد يعني ما كانش الأورغاني جرام الناقص أو الاستراتيجية غير واضح حوالي هذا على الدولة الجزائرية أنها ترافق مثل تحدث سيد عمراني عن المردودية في الهكتار الواحد هي حوالي 20 قنطار لماذا هذا الضعف في المردودية كان الفلاح في بعض الأحيان لا يستعمل الأسميدة والأسميدة لا يخبركم كيف يجبون لكي نجدون قنطار لديهم 3.5 كيلو غرام من الأزوت والأحنا كما نجيبوش لزنغري ما نجيبوه ولو ونخليو العوامل العوامل الطبيعية هي اللي تطرف في المحصول لنا خطر لنبتع السنبولات مد السنبولات مد الحب يكون جفاف يكون نقص المياه هذي يكسبون ما تعمرش وكما تعمرش عند قديف واقف كان عوام وين الجفاف هذاك ينحيلك قريب 50% كنا نأخذو على الولايات الساحلية والشب الساحلية المستوى الغرب والوسط عام جيب منتوج والعام الثاني كي تكون نقص بالمياه جيب 50% كان عمام جيب 8-9 ملايين وعام جيب 3-4 ملايين قنطار هذا اللي توفره معنى لازم لك انت كي تدير الفلاحة لازم لها الري تكملي وكما قلت مقبلة انت الفلاحة كما يخص في الأصناف من القمح الشاعر ومن كل شي كل منطقة كل منطقة عندها الأصناف تاحها عندها الجزباس تاحها نقدرش نعمو نديرو قمح هل زيادة الأراضي المسقية هل زيادة الأراضي المسقية هو أحد الحلول زيادة الأراضي المسقية الأراضي المسقية هي كينا برنامج تاعد الدولة لتسقية ما يقارب أو أزيد من 600 ألف إكتار لعنى تبقى محدودة في حد في الحد الحالي عندنا مئتين ألف إكتار كينا بلو 600 ألف إكتار وتزيد هذيك 600 ألف إكتار ما شي غير نسقي برق لازم نعف نسقي لازم نعف كيش ندير لانجري لازم نعف كيش نديرو باش نخلينا بتاتيعي تنبد كيما يلزم الحال باش تعطيلي تعمر لي السنبولة تعمر من هذا الباب واشي يصرع هذيك 600 ألف إكتار معدل برق معدل 50 قنطار في الكتار 40 قنطار في الكتار شو في ش حت منك تمند لك ديجا ما يكفي لا 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 ما يكفي شنا الكون صم في الأخر سيد عمراني هل هناك تجارب في هذا المجل هناك عدة تجارب مشغل تجربة وحدة عندنا معاهد عندنا جامعات هنعودل عندنا قاعد ولا يحدث كان تجارب الآن الفلاح الآن بقت بكترك بشيء كو شي وجد كنت تنطيب المنزل للعشاء ستضخي إلى الليلة للخفاء كل شيء كان يحفظ على طب الله كنت توجدك هذا الملائب فهذا في الفلاحة نحن نعطيه بأمام شوص نحن نجد أن نخدمه بعين اعتبار يأتي بشكل كائن و نديره في المكان ملازم هذا الشيء الذي يجعلنا ننتج القمح فيما يخص كما تنطيب حصالبا اخذتك الاكتفاء الذاتي على الباب لا يوجد شيء في سنة سنتين على الباب لو كان نربي صبحانه وتعالى يكملنا السناء يتم السناء لا يكون الأمراض لا يكون لنا كل شيء الانتاج الراحيقي اللي يجي يكفينا بلاك ثمانية حتى تسعين بالمئة من حاجيات البلد من قمح السلب بلاك مئة بالمئة في مخص الشاعر سيد علوان نطرح السؤال بطرقة أخرى على المردودية لماذا لازالت محدودة في الجزائر والله ما نقدرش نقول أكثر من الكلام اللي قالوا والتيكنيك ري تجيزي في الجزائر ربما بدائيا لما نقولوا احنا عندنا مشكلة مياه لكن طرق السقية ربما هي التي تؤدي إلى تبديل هذه المياه في العوضوين السنبولات تحتاج قطر عوضين أو ثلاثة نحن ربما ما عندناش توكي تحدث عن السقه الاقتصادي مثلا هناك عديد من الدول ليس السقه الاقتصادي هو السقه الاقتصادي السقه الاقتصادي نحنا في نقدس الصحراء بالأخض الولايات في الجنوب ما يفعله؟ يسقيه على السقه الماء ويطلق الماء ويخليه هذه الكمية اللي كان يستعمل فيها الرش الرش المحواري أو الإيكونومي هذا يخلي هذه الكمية عندما يسقي بها كتار يسقي بها تلتقطارات تلتقطارات لا تجلبه كتار مهما كان لحال لا يجلب 60 ستادير باسو يبرس ويجلب 60 يجلب تلتقطارات يجلب لك 40 نعم 120 نعم ما هو التقنية في هذه المادة تلتقطارات في الميدان نتعريها نعمل المستوى الديوان في الديوان معلومة التعونية نتبعه نرفقه الفلاحين اليومين هذا عندنا أزد من ألفين فلاح وأقل عندنا أزد من ألفين فلاح اللي دعمناهم بالآليات السقه اللي تقدر مساحة أربعين فكتار وكما يقولوا حنا يول ومازالها ماشياء وقال الفلاحين اللي يحبوا يدخلوا عندو الماء عندو الأرض عندو الماء يقدر يتطرق التعونية السجر الحوق ويتي يتكل على الأربي باش يزيد في المردو باش ما يخليش الغلة كاملة اللي خلاف العام يزرع بس كويك يزرع ويعتب هو يدير كلش ليزون غري منه كل شي بعد فربع ما كاشتا يقل كراحت لا لا فربع أنت زيد سقهات كمية صغيرة بداك 40 ميليمتر بداك 50 ميليمتر بداك 30 ميليمتر هذيك تخليلوا لأستطابل سيد علوان نتحدث عن الفلاح الفلاح يشتكي من فلاح في العديد تخلى على المهنة هناك شيخوخة كيف نشجع الفلاح على البقاء في المهنة والعمل أكتر هي الحكاية والعبرة بالنتائج الأخيرة الفلاح لما يصيب راحته لما تدول لما تكون لما تحاور لما تنشطه لما لما الفلاح والمؤسسة كما هدية هكذا ربما هم اللي خلوا الفلاح في نهاية المطاف النتائج عندنا يقولك الفلاح أنا البطاطا تخرج من عندي 20 دينار وفي السوق تتباع بكتر 20 دينار 20 دينار معنتها مش رمح اللي يديه الفلاح بارابوروش يديه الانترميديار اللي متعب ما كسر راسو ما ولا شي يعني خليني نسميه جماعة البزنسة هدو هدو اللي هما دخلاء على القطاع الفلاحي هدو كذلك الدولة الزائرية لازم أن تصفي هذه الحكاية هذه لأن الفلاح بشي يعتبر نفسه فلاح لازم هو اللي يكون قنوات التوزيح تكون إما الدولة الزائرية تتكفل بهم وتوضع له ميكانيزمات وآليات لتوجيهه وإما يصبح طبعا لا تقبل الفلاح يصبحوا هدو هدو الناس هدو هم اللي يقصروا على هوا مش الربح اللي يديهم ولهذا حتى تلقى الفلاح بالنسبة لنا الفلاح هو ذلك الجاهل يعني عند عامة الناس لا الفلاح في إنجليترا ولده يخرجوا أغرونوم وبنته فيترينار ومعنتها كين عائلة من الفلاحة عالمة بني على البحث وعلى العلم وعلى كذا وعلى التكوين هذا وشي يخص في الجزائر وهذا ربما احنا متوخرين كثير تكلمني على عام الشيخوخة الناس هجرت خلاص الفلاحة يعني وكأنها صبحت عندنا عقدة هذه كذلك ربما ما أشرش لها عقدة من الثورة الزراعية ما قدلناش نتخلى وما قدلناش نسلكون نفوسنا من هذه العقدة لا الأراضي الجزائرية كبيرة وواسعة ويبيش بقارة الفلاح الجزائري احنا أصلنا فلاحين معنى إحنا لراسين توعنا فلاحين لكن لما ابتعدنا عن الفلاحة وروح ندرنا مثلا الاندسترياليزازيون والصناعات وكذا هل وصلنا إلى نتائج إذن على هذا أنا قلت لك في بداية الأمر يعتبر الموتر المحرك الأساسي الاقتصاد الجزائري والتنويعه خليني نقول ما شيء ما يقوله الفرنسويين باتيمون فا تو فا لاغرونومي فا تو فا هذا هو المبدأ اللي نسير عليه سيد عمراني كنتم تحدثت عن التكوين معاهد التكوين رغم وجود معاهد وجامعات تكوين إلا أن الشباب يعزف عن القطاع الفلاحي ما قلوش نقدره يعزف بس كدوقا واحد يتخرج من الجامعة بيزانجينيور أغرونوم يخرج من الجامعة الشيفر كيزاندوني يبغيز كتربا صانسي كتربا صان شاكاني كان كمية من المهندسي والتقنية يتخرجوا من المعاهد ولا من الجامعات وين رح يخدم يحوص الدولة باش توفر له الخدمة الدولة ما تقدرش تسيب ما تقدر داخل القاعة كي ما قلت تكفل بكل شي كي ما قال الأخ مستدر الفلاحة دوقا الفلاحة مستدر الأرض تنتج باش تلحق المستهلك لازمنا إنشندو الدستربيزيون هاديك الأشياء يدخلوا فيها اللي عندو الانفستيسمن للانفستيسمن للترانسفورماتسون لترانسفورماتسون لكوشي قا حادوما يحتاجوا إلى تقنيين يحتاجوا إلى مهندسين واعد حبي ينفستي عندو باريزوم نقول لنا حبيد دي مزرعة كبيرة فيها الفيكتار الفيكتار لازموا ديز انجينيور لازموا دي تكنيسين لازموا دي تكنيسين ازيد يقدر يعطيك ازيد هذا اللي يخلي الاخرص ممكن تكون لاشيان اللي كومبلات يقدر البرودوي يلحق المنتوج يلحق المستهلك بسومة أرخص وبسومة معقولة ولا كان كل واحد يريب تير الشاكفو يريب تير الشاكفو يريب تير في السيكل تعلو أخر مننا هذا كل اللي يخلي الاخر مننا هذا المهندس أرتصبه بالطال أرتصبه لشافة عندو طاكسي عنده حانوت عنده بيروطابة سيد عدوان ربما سؤال أخير هيكلة قطع الفلاحي في الجزائر كيف يمكن النهض به؟ يمكن للإرادة السياسية على الدولة الجزائرية لأن تعرف بأن القطع الفلاحي حساس جدا في كل الدول له تدعي من الدول كما كان يتكلم أمراض بالنسبة للقطع لبعض المنتجات هناك مشكلة الجفاف وفي بعض السنوات ما فيش مياه ما عنده كان دوتر سيكتر اللي لازم يكونوا معاها القطع الفلاحي اليوم الحمد لله جزائر تكلم على سدود كبيرة كذا ما عنده عندنا تنيتيك في هيكلة أنا جو پونسين بونشي وفير المخلي متيجة متيجة ربما اللي كنا نتكلم عنها أصبحت متيجة في ودسوف المياه الباطنية الموجودة في صحرائنا شيء عظيم كبير جدا ولهذا والجو المناسب صدقني ونتكلم معك بكل صدق البرح شريط حباد الله استغربت كي قالوني من ودسوف ما قدرتش نهزها يا سيدي الفاضل يعني في قبل الموسم هذا شيء شرف في الجزائر يسوفي فقط عاودوا نرجعوا لثقافة الفلاح ما يبقاش الاكتفاء ذاتي التغذية العائلية بل لازم نلجأ إلى تصديرها وعلى هذا التاريخ نيثبت هذا غير يعني سنوات مقبل الجزائر كانت عندها بيرو في كل دولة في إيطاليا صح مع أنها كانت أدنى استراتيجية لازم نرجع إلى هذه الاستراتيجية وإعادة بناء سياسة عامة أولا ثقافة المجتمع الجزائري نلجأ إلى هذا القطع اللي هو قطع مهم جدا واستراتيجي في الجزائر وعلى هذا لما نعرف أهميته رح نتوجه له شكرا أستاذ حميد علوان خبيل اقتصادي شكرا لأستاذ نوردين عمراني ومثلان الديوان جزائر المهني للحبوب إلى هنا نصل للنهاية حلقة اليوم من مدار الاقتصاد نلتقي في موعد مقبلة شكرا لكم شكرا لكم